السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 19 كانون الثاني يناير بما أن اليوم توقعتنا اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة وحدة و 57 دقيقة من بعد ظهر يوم السبت 21 لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 19 دقيقة من مساء الخميس اللي هو اليوم موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الدبران ورح يظل في منزلة الدبران تقريبا طيلة نهار اليوم لغاية ساعات المساء فمنزلة الدبران هي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر اليوم موجود في برج الثور معناته منصبح أكثر حذرا من ميل لا حماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء معقار أو قضاء وقت ممتع بالمنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وخمس وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيم بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هذه زاوية بطيئة ذروتها الساعة التسعة وثلاثين دقيقة صباحا بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أن هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبتزيد من ميلنا للعلوم الطبية أو الأستاذة أو الأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول في هاي الفترة مناسب لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات ممكن تمنحنا ترقي أو وظيفة أو حل خلافات والدعاوى القضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمانية وأربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش وهي زاوية سلبية نبهنا منها في حلقة الزهرة بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا مرضو هاي الزاوية يعني بتدل على تزايد خلال هاي الفترة التحرش الجنسي واغتصاب أو التحرش بالأطفال بتسبب لنا ارتباك وخيبات أمل في حياتنا العاطفية وبتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول أو المخدرات أو الأدوية المهدئة أو المنشطات مرضو بتدل على تراجع مداخيل الأسطول البحري والصيد البحري والصناعات الصيدلية والأمور اللي تتعلق بالبحر أو السوائل وكذلك صناعة النسيج والتجميل ويعني بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهذا القطاع الأعمال الفنية اللي تطرح في الأسواق في هاي الفترة ما بتلاقي النجاح المطلوب بل تأتي بنجاح بعكس يعني بنتائج سلبية بعكس ما كنا نتوقع بسبب غياب الحس الفني فيها أو بلاقي بعض الفنانين خيبة أمل كبرى طبعا تأثير هاي الزاوية رح يستمر من اليوم أسبوع قادم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والكميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى وإلا إذا كانت عمليات إضطرارية عندنا العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدراقية، اللوزتين، وتفاحة آدم باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ، ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الثور طبعا رح ينتقل ساعة وحدة وسبعة وخمسين دقيقة بعد الظهر يوم السبت لبرج الجوزاء وما رح يكون في قلوب مسار أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المحدة بعمر ثمان أيام في تمام الساعة تسعة وأربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير تسعة أيام نسبة الإضاءة ثمانية وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة عشر في المية الآن ساعة المساء سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثور حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة ثمانين في المية الآن في ساعات الفجر سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمس واربعين في المية أما ساعة الظهر سعيد بنسبة عشر في المية في ساعات المساء منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم خمس اثنين سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في القاوس حتى يوم ثلاثة وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية المريق في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% أبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 لا يبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمعوليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم مش أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دقيقوا بالتفاصيل اطمئن خواطركم نوعا ما وممكن تتحسن معنوياتكم بشكل ملحوظ برضو اليوم ممكن تحصل على بعض المكاسب اللي إلها علاقة بهدية بدعم مستردات أشياء من هذا القبيل اللي اهتمام كله مالي حتى على مستوى فوتير أو سداد برج الثور بالنسبة لمعوليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي تتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة وممكن تتشجع لمواجهة واقع صعب وممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماس اليوم وبتنتصر على كثير من الاعتبارات والأجواء مناسبة حتى على المستوى العاطفي ودعمل إلك بقوة برج الجوزاء بالنسبة لمعوليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم يطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فحاول إنه أيضا اليوم لا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حلل للأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك طبعا ما تعتمد على الحظ نهائيا واللي بيوعدك بشيء ممكن ما يوفي فيه برج السرطان بالنسبة لمعوليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجهكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته لأجواء جيدة ودعم لإلك على المستوى الاجتماعي وممكن يتوجه لكم دعوي لحضور حفلة مناسبة أو تسعدوا من اتصال أو لقاء أحد الأصدقاء أو المعارف حاول إنك اليوم ما تبقى وحيد لأن الظروف واعدة بتعاطف وتهييد لتحركاتك وممكن تفرح بدعم من جهة ما الأجواء جيدة وفيه نوع من أنواع اللقاءات والتعاون المتبادل برج الأسد بالنسبة لمعوليد برج الأسد طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهمش أنه ما تتذمر من كثرة الأعباء أو الضغوط أو المهام أو الأعمال لأن الضغوط اليوم كبيرة ولكنها فترة مهمة وما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك أو أداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم من المحتمل كثير من موليد برج العذرة يصلهم خبر من بعيد أو من خارج البلاد أو ينجحوا بمسائل أو أوراق أو معاملات تتعلق بالسفر وعندهم اتصالات كثيرة وبتزداد رغبتهم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعهم بأحبائهم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي لوصلها بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية أو المراجعات الطبية أو مصاريف حتى طبية سارعوا لتهديد الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة وتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها بعضكم ممكن ينشغل بمعاملات وأوراق حتى لو كانت قانونية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شركاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن طاقتكم ضعيفة فعشان هيك بتكون تجنبوا الإنفعالات اللي بتخفي عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك رح تكون خاسر والخصم رح يكون قوي وشرس برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه اليوم عنك قدرة عالية جداً على أن جياز كثير من الأعمال الموكلة لإلكم ولكن الأهم أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر وما تشتت حالك بأعمال غير مهمة وحاول أنك تنظم جدول غذائك وحاول أنه بالأوقات اللي فيها فراغ عندك أنك تأخذ قصة من الراحة حاول أنك تبدأ دوامك بشكل مبكر لأنه ممكن يتراكم بعض الأعمال اللي تتطلب منك عمل وقت إضافي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعاً اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو ممارسة إش ترفيه أو التقارب من الأحبة وما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت للأحباء ابتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤون الشخصية بالتأثير عليك بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغلوا بمسائل عائلية أو تصليحات، ترميمات أو تظهر بعض الأعطال أهم شي إنه ما تترك أي شخص يحبط طبوحاتك وما تتدخل في شؤون غيرك حاذر الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو اليوم مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما برضو في علامة استفهام على وضع صحي ما برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة أو سفرية قصيرة أو اهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات وبرضو ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تحافظ على الموضوعية والهدوء والرصاني أثناء الحوار والنقاش حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وممتعة وبرضو أنت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعدار وعلم مستوى العاطفي أيضا اليوم بيحمل لك مفاجأات هيك بنكون امتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء سبحانك اللهم وبحمدك